كده أخبارنا الداخل جداني دي أهلي خلصة هنروح للأخبار المحلية يمكن أبرز الأخبار اللي حبينا نجيبها لحضراتكم هو رفع الأثقال رفع الأثقال لطالما نحن يعني عنينا كتير بالرغم أنه فرحنا رفع الأثقال أوقات كتيرة بمدليات أولمبية ولكن زعنا كتير بعد إيقاف مصر سنتين وزعنا كمان إن الأثقال ما شاركتش في بطولة توكيو اللي فاتت رح علينا بالأقل مدليتين في رفع الأثقال خبر جميل إن تم رفع الإقاف على مصر ولعبتنا شاركه في بطولة العالم اللي هتبتدي بكرة في أسباكستان وهتكمل لحد يوم 17 ديسمبر اللي إحنا فيه طيب إيه قصة رفع الإقاف؟ قصة رفع الإقاف بكل بساطة إنه كان فيه غرامة على مصر 200 ألف دولار اتحاد رفع الأثقال نتيجة إنه طبعا موارده قليلة دفع 40 ألف دولار منهم فقط وانتظرنا دفع 160 ألف دولار ومع ذلك هو خلى اللعبة تشارك في معسكر مغلق في المركز الأمبي في المعادي بدأت اللعبة تتمرن ولكن لسه ما سددناش كامل الغرامة اللي أنا قلت لحضراتكم عليها 200 ألف دولار من اللي عارف بالموضوع؟ اللي عارف بالموضوع طبعا مع علي وزير الشباب ورياضة الدكتور أشف صبحي وبالفعل كانت مصر موجودة وممثل الدولة المصرية موجود وتم سداد الغرامة بالكامل 200 ألف دولار اللي هم 160 المتبقيين الوزارة تدخلت فورا مصر قوية بمواردها ومصر قوية أيضا بإرادتها وتم تسديد الغرامة وقدرنا طبعا نسجل لعابتنا لأن طبعا التسجيل كان مقفول على لعابتنا لأن طبعا الاتحاد دولي ما فتحش وحصل بالتوازي مجهود مضني مع الاتحاد الدولي الرافع الأثقال وطبعا شارك فيه طبعا اللجنة الوروبية المصرية والاتحاد نفسه عشان نلحق لأن طبعا كان الوقت متأخر كان خلاص تقريبا باب القيد أفل في البطولة ولكن محاولات مضنية أن مصر ترجع تاني للبطولة وبالفعل نجحنا أن نسجل لعابتنا طب مين هشارك نجمنا الكبير محمد إهاب وكريم كحلى وعبدالله جلال وأحمد عشور وأحمد جابر ونعمة السيد وحليمة عبدالعظيم دي بطولة مهمة وبطولة والبداية لأولمبيات باريس عشرين وعشرين وعشرين وفتكروا كلامي أن طالما رفع الأسقار رجع على الطريق السليم انتظروا إن شاء الله أكتر من مديليا لأن الحقيقة المديليات التي تحققت السنة دي في توكيو أبطلنا وأوناشنا محققين الأرقام دي بسهولة يعني لما بيروحوا بيجيبوا الأرقام دي في أي بطولة يعني بالأرقام اللي كنا ممكن نجيبها في البطولة توكيو كان لعبتنا هياخدوا مديليات إن شاء الله مستنين طبعا هم بعيد عن البطولات بقالهم فترة سنتين العابدوا للبطولات والبطولات والستيج ليه رهبة ولكن والبار قدام الناس غير البار لما تشيلوا وإنت بتتمرن لوحدك أو قدام مدربك كل ده عوامل مهمة إن انت تشارك في بطولات كتيرة عشان ترجع عليك الثقة تاني كل التوفيق لرفع الأثقال ترجمة نانسي قنقر